لأول مرة من فترة كبيرة أقول لك أن أوبو تقدم موبايل يقدم مواصفات كويسة وكما بسعر كويس شاشة ومعالج ومواصفات ممتازة فأعمل لايك واشتراك أريد أن نوصل 200 ألف مشترك في نهاية السنة وأكيد أنت اللي ستساعدنا بكده فوقف الفيديو سواني من وقتك يعمل لايك واشتراك ويا أهلا بكم مشاهدين ومتابعين قناة مو بي سي نحن النهاردة هنتكلم عن هاتف أوبو K12X هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف مميزات بقاء عيوب سعر مقارنة كله هنتكلم عنه بالتفصيل ولكن زي ما قلت اللايك والاشتراك ويلا بينا نبتدي في مو بي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل وكمان مقارنة مع أفضل منافس له كل ده في الفيديو واحد أول حاجة نشوفها هي تصميم الهاتف طبعا وتصميم الهاتف هنا صراحة شكله رايق يعني تصميم الهاتف شكله بسيط وإلوانه بسيطة حتى شكل الكاميرات كده الفريم بتاع الكاميرات بسيط برضو ورايق فمن وجهة نظري أنا الصراحة التصميم عجبني ممكن معجبكش عادي جدا خمقت الهاتف هنا بتيجي من البلاستيك وعلى طول نخش على الشاشة اللي هنا بتيجي بحجم ستة وسبعة وستين من المية بوصة جودتها فول اتش دي بلس وبدقة الفين وربعمية في الفة وتمانين بيكسل مع معدل كسافة بيكسلات تلتمية خمسة وتسعين بيكسل لكل إنش والشاشة أولد ومعدل التحديث بتاعها مية وعشرين هرتز والسطوع بتاعها الفين وميت نتس أو شمعة طيب الشاشة هنا عاملة إيه؟ بصوا الشاشة هنا على فقط وسعر الهاتف فهي الصراحة كويسة بيتقدم مواصفات كويسة بالنسبة للسعر ده وهتقدم لك تجربة تستمتع بيها يعني انت بتاخد شاشة أولد مية وعشرين هرتز آآ جودة ألف وتمانين واسطوع ممتاز حقيقي الشاشة هنا مناسبة وكويسة على الفلوس اللي انت تتفحها وعلى طول نخش على أداء الهاتف أو المعالج المعالج هنا هو سناب دراجون 695 5G اللي بيجي بدك تصنيع ستة نانو والمعالج ده موفر للطاقة بشكل كويس طيب المعالج هنا عامل ليه؟ الصراحة المعالج هنا محترمه كويس يعني هيقدم لك أداء كويس سواء فيه استخدام يومي تصفح برامج ألعاب يعني كنا نتمنى لو كان المعالج أقوى من كده شوية ولكن بشكل عام هو مناسب على فئة الهاتف أوبو هنا في الهاتف بيتقدم تلات نسخ الأولى 256 جيجا مع 8 جيجا رام والتانية 256 جيجا مع 12 جيجا رام والتالتة 512 جيجا مع 12 جيجا رام والجهاز هنا بيدعم تركيب كارت ميمور خارجي ولكن علشان تركيبه لازم يعني بركب مكان الشريحة التانية الجهاز بقدم لك طبعا كاميرتين في الخلف في الأولى 50 ميجا بيكسل وديه الكاميرا الأساسية والكاميرا التانية 2 ميجا بيكسل وديه العمل العزل والصراحة كان مفروض يكون فيه كاميرا زاوية واسعة في السعر ده تقدر صور فيديوهات من الكاميرا الخلفية جودتها فول اتش دي 30 فريم في السانية وكاميرا الهاتف الأمامية بتيجي 16 ميجا بيكسل ويتصور فيديوهات فول اتش دي 30 فريم في السانية بطارية الهاتف هنا جاء بحجم ممتاز 5000 ميلا أمبير وبطارية حجمها كويس وكبيرة وهتقعد معاك وقت كويس خصوصا مع المعالج الموفر للطاقة وهي بتدعم الشحن السريع بقوة 80 وط وديه سرعة ممتازة الصراحة جماعة في السعر ده يعني تقدر تشحينها 100% في خلال 50 ديئة فقط الهاتف هيجي من العلبة باندرويد 14 وللأسف يعني ما بيدعمش NFC وده اعتبر عيب في السعر ده وهي بيدعم منفذ السماعات منفذ الشحن بيجي من نوع طايب سي سماعات الجهاز بتدعم الستيريو والهاتف بيدعم خدمات الجيل الخامس الوان الجهازهم الأخضر والرمادي والجهاز بيدعم البصمة وموجودة في الشاشة معلش ثانية من وقتك وقبل ما نخش على المميزات والعيوب والسعر وكل الحاجات الباقية معلش ثانية من وقتك اعمل اشتراك لقناة مو بي سي نحن نتعب جدا علشان نقدم لكم المحتوى ده وبياخد وقته مجهود فاللايك بتاعك والاشتراك مش هياخد منك ثواني ولكن هيفرق معنا جدا ويلا بينا نكمل على طول نخش على مميزات الهاتف فالصراحة الشاشة كويسة ومناسبة على فات الهاتف برضو المعالج يعني رغم ان احنا كنا نتمنى لو كان اقوى من كده ولكنه كويس البطارية والشحن السريع بالذات الشحن السريع يعني ممتازين في السعر ده طيب بالنسبة للعيوب الصراحة ان الهاتف في السعر ده ما يكونش بيدع من NFC ده عايب ده عايب كبير جدا يعني وفي ناس برضو ممكن ما تهتمش بالNFC برضو كنا نتمنى وجود كاميرا زاوية واسعة في السعر ده طيب دلوقتي بعد ما قلنا المواصفات بتاعت الهاتف قبل ما نخش على المقرنة اللي هتكون طبعا في النهاية خلونا نعرف سعر الهاتف بس خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية اسعار احنا متوقعنا لان الجهاز طبعا لسه منزلش ولا مصر ولا السعودية الاسعار دي لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام الهاتف نزل رسميا في الخارج بسعر 180 دولار السعر المتوقع في مصر 14000 جنيه السعر المتوقع في السعودية 1000 ريال طيب كده كويس وحلو قوي ولكن مثلا لو انا مش عاجبني الهاتف ده ايه المنافس بتاعه في نفس سعره ونفس فاته هقولك عندنا هاتف الريلمي 12 بلاس 5 جي الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف الاوبو ك 12 اكس فاحنا هنخش على مقارنة سريعة وبسيطة كده بين الجهازين ولكن قبل المقارنة حابب بس اقولك ان احنا في القناة عملنا مراجعة لهاتف ريلمي 12 بلاس 5 جي لو انت حابب يعني تشوف المراجعة دي هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي اول حاجة هنقارن المعالجات وهنا معالج اوبو هو سناب دراجون 695 ومعالج ريلمي هو ميدا تيك دي من سايتي 7050 وهنا معالج ريلمي بيتفوق الاتنين جايين بشاشة جودتهم 1080 او full HD بلاس ومعدل تحديث 120 هرتز ولكن اوبو بشاشة OLED وريلمي بشاشة AMOLED وهنا الاتنين زي بعض يعتبر نفسه كل حاجة اوبو ما بدعمش NFC ولكن ريلمي بيدعم NFC وهنا ريلمي تتفوق اوبو بيدعم شحن السريع 80 واط وريلمي بيدعم شحن السريع 67 واط وهنا طبعا اوبو تتفوق تعالوا بقى دلوقتي نشوف فرق السعر بين الجهازين بس زي ما قلت خليك عارف ان سعر اوبو متوقع وسعر ريلمي في مصر ضمان دولي زي ما انتو عارفين ضمان دولي ده بيكون ناس مدخلينه عن طريق تجار مش عن طريق الوكيل الرسمي سعر اوبو المتوقع نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 14000 جنيه سعر ريلمي في مصر ضمان دولي نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 13000 جنيه في نهاية الفيديو لو عندك اي هاتف معين محتاج ان احنا نعمله مراجعة اكتب اسمه فيه التعليقات ومستنى رأك في هاتف اوبو K12X اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنساش تعمل لايك الفيديو واشتراك للقناة